في غزوت بني قاينقاع كان ايه سبب غزوت بني قاينقاع تخيلوا حضراتكم امرأة مسلمة اتعرض كان فيه امرأة مسلمة راحة تشتري من عند اليهود واليهود كانوا تجار دهب وتقولوا عورهم اغنياء ان هم اصلا محبين للمال فالمهم فراحة المرأة لتاجر يهودي ويجوز ان احنا نشتري ونتعامل مع اهل الكتاب ونتعامل مع الكفار مفيش مشكلة في البيع والشراء مفيش مشكلة خالص فراحت لليهودي وعطته الدهب عشان يقدر تمنه وهتبدله بحاجة تانية وشف ايه فقدته عشان يقدر عشان ايه عشان يبيع فالمهم ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان المرأة وقفة ومستنبقى ايه ان راجل يقدلها السلعة السلعة دي تمنها كان وشف ايه فقعد على جنب حقيقة مش وقفة بقى عملة بتتكلم مع البيع وطوله عشان خاطر بقى نزل شوية وشف ايه وتتدلع لا خالص مرأة فعلى جنب وبعدين جي يهودي فقعد يساومها ان هي تكشف وشها كانت لابس انقاب فرفضت فساومها فرفضت فخدعها وعمل نفسه ماشي ورح من وراها طرف التوب من تحت رح لضمه كده بحاجة كده زي ماشبك كده بطرف التوب من فوق ويه ما خدتش بالها قعد عيني بتذكر ربنا مش وقت بالها باللي حصل فلما الرجل اليهودي بتاعة الدهب ده قال لها خلاص تعالي خدي استلم حاجتك فقامت فرجليها من ورا اتكشفت لان التوب اترفع لانه شبكها بماشبك فكان فيه مسلم غيور الله يرحم الغيرة فكان فيه مسلم غيور واقف فشاف المنظر فراح قاتل اليهودي فراح اليهودي اللي في السوق كلهم اللي في السوق كلهم كانوا يهود كلهم بيعين فراحوا قاتلين المسلم فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمة طبعا فقت المشبك ولسوبها رجع تاني زي ما هو ومشت فراح الخبر ووصل للنبي عليه الصلاة والسلام فاقام غزوة كاملة غزوة عشان المرأة تعرض واجلى يهود بني قينقاع الى اذرعات الشام يلا برا المدينة ما تعشوش هنا بعد النهاردة اما تتقتلوا اما تخرجوا فخرجوا عشان مسلمة واحدة تعرض يعني النبي لو عايش دلوقتي صلى الله عليه وسلم هتقوم من حرب العالمية التالتة على المناظر اللي مشى في شوارع وبلاد المسلمين يا رب اهتي كل امرأة يا رب العالمين ويفدي كل بنات المسلمين وهدي كل النساء المسلمين والله بنتمنى لكم الخير يا الله العظيم وبنتمنى لبلدنا الخير بنتمنى صوري ببلدنا اللي يخش بلدنا يحترمنا ويحترم نسائنا ويحترم كل إنسان عايش على أرض البلد الكريم بديت البلد اللي ذكرت في الكرآن أكتر من ثلاثين مرة تخيلوا حضراتكم نفسنا نشوفها فعلا أجمل بلد وأحسن بلد في الدنيا والله بقول هذا الكلام من منطلق حبه لديني ومن منطلق حبه لبلدي فضل الله سبحانه وتعالى تذكروا حضراتكم لما قام هؤلاء المجرمون عشان يقتلوا سيدنا عثمار بن عفان الحيي الذي يستحي تستحي منه ملائكة الرحمن كما في الحديث الذي لقواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملائكة الرحمن تستحي من عثمار رضي الله عنه وعن صحابة أجمعين لما دخلوا عليها عشان يقتلوا فأزوجته ليه نائلة كان شعرها طويل جدا يحكي أن شعرها كان يعني طويل جدا جدا فالمهم فأرادت لما سمعت صوتهم بيقبطوا بيكسروا باب للدار ويدخلوا فأرادت طلبة من عثماء قلت له أسطرك بشعري يعني أعمل شعري كده عليك شعرها طويل جدا فأدريك محدش يشوفك قال لا خذي حجابك وخمارك فوالله لدخولهم علي وقتلهم إيايا أهون علي من أن يروا خصلة واحدة من شعري دي كانت غيرت الرجال في زمان يعني زمان تربى فيه هؤلاء الرجال على يدي النبي صلى الله عليه وسلم